اشتركوا في القناة ليسبوا صعب صرح بانه تكتل لبنان الاوي هو الوحيد اللي صوت مع الاقتراح اضافة لاربع نواب متفرقين وطلعت بعض الاصوات النيابية لتوضح سبب التصويت ضد او اعلان التقييد مصدر سياسي لفت لتلفزيون نشرة الى انه قانون رفع السرية المصرفية بيشمل النواب والوزراء وكل اللي بيشتغلوا بالقطاع العام وكمان بدم عيال وقرايب المسكورين بلبنان وبره لا يكون وسيلة اساسية بايدان الجهات الرقابية لملاحقة شكاية والفساد وضح المصدر انه اقتراح الانون اللي قدمه تكتل لبنان الاوي ما سقط بالمطلق بس سقطت عجلته لانه تقدم بشكل معجل مكرر يعني ينعرض ضغري على الهيئة العامة بدون ما يمرء باللجان النيابية المختصة فشو كان مصير الاقتراح بقلب الجلسة التشريعية الاخيرة بحسب لبنان الاوي الاقتراح بحثاته ما سقط سقطت عنه صفة العجلة وبما انه سقطت صفة العجلة تحول الى اللي جان النيابية المختصة لا تدرسه ترجع تحوله على الهيئة العامة بس تنتهي اللي جان من دراسه احنا كنا نتمنى انه يصوتوا على صفة العجلة لانه هايدي مسألة ما تتحمل وقت واكيد احنا بتكتلنا في وزير عدل حالي وفي وزير عدل سابي طلعوا عليه ونقحوا ببعض المحلات واكيد ما فيه هو خلل بحث ذاته ولكن يمكن الافريقاء او اكيد الافريقاء اللي ما انه رايحة باتجاه رفع السرية المصرفية واللي ما عنده شفافية كافية اكيد بده تتحجج بوجود صغرات او مشابه لحتى تبرل تصويته ضد هالاقتراح هايدي المصدر اكد للنشر انه الاقتراح كان فيه عدد من الصغرات السياسية والانوني اللي بتتضارب مع اوانين كتير وحتى مع المهمات التشريعية القوات اللبنانية الصواتت ضد الاقتراح وضوت عبر النشرة على السبب والصغرة هو قانون هام جدا ويندرج فيه اطار مكفحة الفساد اللي نحنا اول ناس عم ننادي فيه ولكن نحنا موقفنا منه تحديدا هو التالي هناك مشروع قانون اه معروض الان على لجنة المان والموازنة بتعديل قانون الاسراء غير المشروع واللي فيه احكام مترابطة مع الاقتراح اللي عم نحكي عنه اللي تقدم فيه تكتل لبنان الاوي مؤخرا ومن الافضل بالتالي ان يضم اقتراح لبنان القوي الى هذاك الى يعني ذلك القانون ليتم دراسته ما معا وناخد من اقتراح لبنان القوي اه الاحكام الجديدة التي تتوافق مع الاقتراح الذي يدرس امام لجنة الدارة والعدل ما في شك انه قانون رفع السرية المصرفية رح يفرض شفافية مش مسبوقة ورح يحط النقط على الحروف بكتير من قضايا الفساد وبالتالي اي عرقل لهيك قانون بيحط علامات استفهام بالخطوط العريضة حول الجهة المعرقلة والفترة الجاية كفيلة بكشف النوية محمد زهوي تلفزيون نشرة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك